طب قولي يمكن كان أصعب أسبوع انت عشتوه بعد يعني الخسارة المفاجئة من طلاع الجيش انتو لا في لقطتين في الموسم كانوا صعبين مباراة الزمالك دع الدور الأول كنا خصائم البيت روجيت ولولا قدر الله كنا خسرنا من الزمالك كان هيبقى الدوري خلاص ونفس القصة في نهاية الدور التاني حبيتو برضو تشوقونا شوية خسرنا مطش من طلاع الجيش احنا بنحب نعب تحت ضغط مش عارف الله العظيم طبعلا مش عايزين نعب موضوع ده كنت بتكلم فيه حتى مع كابت الميدو الفرقة عندنا لما ارتبقى تحت ضغط بتلعب بشكل مختلف تماما غير لما بتلعب ويامس راحة السبب خالي خبرات هل تحدي حب التحدي بالزبط حب التحدي مش حب اكيد مش بتخسر عشان تتحدى بس الفكرة ان انت لما بتبقى مضغوط بتطلع احسن ما عندك الفرقة بتبقى بشكل كبير جدا روحها اعلى بكتير جدا لان عارفين ان فيه تارجت واحد مفوش فكرة انا او الناس كلها بتلعب لتارجت واحد المكسب مين هيلعب مين مش هيلعب هو فيه تارجت واحد الناس بتنفذه فده بيساعد الناس يعني بيدي شعور احسن كمان في الفرقة